بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وارحب بكم أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة واليوم احنا نتحدث ان شاء الله عن الأشياء المهمة بهذا الكتاب ونحللكم التمارين بعون الله سبحانه وتعالى تتحدث هذه الأسئلة ماذا ترى في تقرير إدوارد هوبر كيف ترى التقرير لك تشعر هنا صورة ويعني الشين اللي تشوفها بهاي الصورة وهي نقاش يعني يكون داخل الصف نجعل التمارين نقول match the word with the definitions كلمات وتعاريف احنا لازم نربط الكلمات بالتعاريف فمثلا community يعني مجتمع مجتمع فالحل هو group of people who have something in common حتى اختصر لكم الموضوع وما ناخذ وقت الجملة الأولى community وهي الدي اللي هي معناها group of people مجموعة من الناس والآخره ثانيا connected اللي هي ويالي related مرتبط dyna restaurant اللي هي يعني شون الطعام او الوجبة emotion ويالبي مشاعر empty فارغ ويالسي having nothing التمرين اللي بي image ويالدي picture lit up اللي هي light من خلال الضوء light having light ثلاثة بي اللي هي ال unhappiness غير يعني تعاسة التي تصيب الشخص عندما يكون وحيدا realist حقيقي a person who sees everything as they are يشوف الأشياء بحقيقتها كذلك عدنا الآخر شيء the sense اللي هي الاحساس a feeling the feeling from something الشعور من شيء معين صراحة نجع على الاسكان guess if this is true or false خمن فيما إذا كانت الجملة صحة أم خطأ طبعا هنا عدنا قطعة لازم نقرأ هالقطعة ونشوف شل المقصود بها بالضبط the most famous dyna in amica isn't really a real place ليس مكانا الله أكبر it's not a real place it is an image صورة in a painting by edward hopper شخص اسمه edward edward hopper رسم صورة وهي صورة كلش جميلة وأصبحت في أذهان الناس يقول هو فنان طبعا a hopper was a different from many artists of early هو فنان مختلف في سنة 1990 he was a realist حكان حقيقي realist he painted everything such as a dyna or a gas station كان كل شي يرسم مطعم محطة غاز you may ask you may ask why as a dyna or as a gas station you may ask why would anybody buy a painting of gas station جزوحة ليس أرغل ليش يشتري محطة غاز but hopper's painting show more than just buildings رسومات رسومات hopper كانت تظهر أكثر من مجرد بنائه that hopper felt very strongly himself he is one said I don't think I ever try to paint American sins I'm trying to paint myself أنا حاول أرسم نفسي ما قعد أرسم الشي I hope her painting show feelings that many people felt ورسومات كان تظهر الشعور اللي ناس كانت تحسه في سنة 1900 this was a time of a great chance great channels هذه الفرصة العظيمة many people were moving into the cities from farms واللي هي نفس الناس بذاك الوقت كانت تنتقل من المدن إلى المزارع and small towns القرى صغيرة these new rivals missed the sins of community they had in their own town in their small town من رسم هذا الحاجة طبعا ديشوف الناس ديتروح للمدينة للريف أكثر من المدينة the big cities with their tall building and so many strangers seems frightening to many people البنايات الجديدة والناس الغرباء اللي كانوا يحضرون أصبحت يعني مظهر منظر مخيف Harper painting of Dinah was night night folks it was realistic realistic image of building and people رسم هذه الرسمة اللي هي كانت صورة حقيقية للواقع في ذلك الوقت the diner is lit up the diner كان مضاع but it doesn't seem warm ولكن لم يكن دافئا and welcoming وغير مرحب به لم يكن دافئا وغير مرحب ومرحب به the people inside don't seem happy لا يبدون الأشخاص السعاداء or connected وأي أنهم مرتبطين لبعضهم البعض the city outside looks dark and empty المدينة تبدو يعني مظلمة وفارغة this is how edward hooper saw the city وهذا كان اللي يشوفها هوبر سيتي وهذا المدن this is how edward hooper seen saw the life إذن edward hooper مو كان يرسم رسمها هذه من كان يرسم رسمها يحط لها شكل ويبين لها الأشياء الحقيقية اللي بيها يعني يقول edward hooper رسم فقط ال diner غلط لا رسم why فالاختيار هو false طيب أنا أدي يتحدث لنا عن main idea وإلى آخره الفكرة الأساسية طبعا هي ترجع حسب الشخص ولكن أنا برأي الشخص هو الاختيار بي الفنان الذي رسم ال diner النسبة للديتيار يقول what did hooper do for living ش كان يعمل هو كان يعني كمعيشة يعني هو كان فنان يعني اللي أتوقع فهو بي what did hooper painted ش رسم طبعا هو رسم مشاهد أمريكي المشاهد اللي كانت بأمريكا ونقدر نكون دقيقين أفضل ونقول the realistic image of America الصورة الحقيقية لأمريكا بذاك الوقت ليش نسمي هوبر هو حقيقي طبعا اختيار أي لأنه رسم الأشياء على حقيقتها أكثر أكثر الناس كانوا رسامين ما أعتقد يعني أكون رسامين بس ما 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 أعتقد يعني أكثر الرسامين اللي كانوا بذاك بنايات الحديثة realistic image أتوقع بي البنايات الحديثة يعني كانوا يرسمون يعني أشياء جديدة people like hop or painting الناس تحب رسمات painting السبب لأنه الرسمات تظهر الكثير من feeling من المشاعر يعني كانت رسماتها بها مشاعر لذلك الناس تحبها